اشتركوا في القناة وعلى إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيدا ما بعد فحياكم الله و أهلا و سهلا بكم أيها الإخوة و الأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فادعوه بها ذاك البرنامج الذي نتناول فيه أسماء الله أسماء الرحمن الرحيم أسماء الرب الذي نعبده له نصلي و نسجد و إليه نسعى و نحفد إننا لن نحقق العبودية على وجه كامل على وجه يرضى به الله عز وجل إلا إذا كنا به عالمين و بما له من كمال عارفين فلذلك لنتعرف على الله من خلال أسمائه و صفاته إذا قرأت القرآن فمر بك اسم من أسماء الله قف عنده و حاول أن تعرف معناه فإن إذ راك معاني أسماء الله عز وجل و ما أخبر به عن نفسه يفتح لك باب التدبر باب الفهم باب العمل الصالح باب الهدى باب من أبواب الجنة فإنه علم به تطمئن به النفس ألا بذكر الله هي تطمئن القلوب في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتناول اسما من أسماء الله و هو الشهيد و هذا الاسم ذكره الله تعالى في كتابه الحكيم في مواضع عديدة قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله و الله شهيد على ما تعملون هكذا قال الله تعالى في شهادته على عمل الخلق و قال جل وعلا و كفى بالله شهيدا و قال تعالى و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم في كلام عيسى بن مريم عليه السلام و قد أخبر الله تعالى عن شهادته على أعظم مشهود و هو أنه لا إله غيره جل في علا فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة و أولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم و قد جاء ذكر هذا الوصف في السنة لله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه و سلم استشهد الله و لم يستشهده إلا أنه شهيد ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم خطبهم فقال ألا لا يدخل الجنة ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة اللهم هل بلغت اللهم مشهد هكذا قال صلى الله عليه و سلم اللهم هل بلغت اللهم مشهد و قد قال ذلك أيضا عندما استشهد الله تعالى على البلاغ في عرفة و في حجة الوداع عندما قال فإن دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ثم قال صلى الله عليه و سلم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم مشهد و ذاك دال على أنه سبحانه وتعالى شهيد لأنه إنما استشهده لأنه شهيد على العباد الشهادة من حيث المعنى في اللغة تدل على إعلام و علم و حضور و لذلك يقال شهد فلان كذا أي حضره و علمه و تطلق الشهادة أيضا على الإعلام بالشيء و الإخبار به أما الشهيد في أسماء الله عز وجل فهو دال على معاني عظيمة منها و أهمها هو شهادته لنفسه جل وعلا بالإلهية كما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكة و أولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم و هذا يدل على عظيم هذه الشهادة لأن الله شهد بنفسه لنفسه هذه الشهادة فهي أعظم شهادة تضمنت إثبات علمه جل وعلا و إخباره خلقه و أيضا هذه الشهادة ملزمة لأنها من الحكم العدل الرب الذي لا إله غيره فلا مجال لأحد أن ينكر هذه الشهادة التي شهد بها الله تعالى العليم الخبير سبحانه و بحمده فهي أجل شهادة من أجل شاهد في أجل مشهود فجمعت الجلالة من كل جهة فكانت أعلى الشهادات أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله هذه الشهادة التي لله عز وجل هذا الاسم الذي لله عز وجل وهو أنه شهيد كما أنه شهيد على إلهيته فهو شهيد على صدق رسله و لذلك يقول الله تعالى هو الذي أرسل رسله بالهدى و دين الحق يخبر في كتابه أنه أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى و دين الحق الهدى العلم النافع و دين الحق العمل الصالح و هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعلم نافع و عمل صالح بأبي هو و أمي صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله هذه عاقبة هذه الرسالة أنها ظاهرة على الدين كله على كل ملة وعلى كل دين وعلى كل عبادة في الدنيا عبادة الله ظاهرة سيظهرها الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولأجل تطمين أهل الإسلام أن هذا الوعد لا بد أن يكون قال جل وعلا وكفى بالله شهيده فهو الذي يسوق الأقدار إلى أجالها والله بالغ أمره جل في علاه ولا معقب لحكمه سبحانه وبحمده وهو غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فشهادة الله لرسوله هي شهادة ظهور بالحجة والبيان والبرهان والدلالة كما أنها شهادة نصر وتأييد وظفر وغلبة حتى يظهره على كل من خالفه فالشهادة هنا تتضمن هذين المعنين في قوله تعالى وكفى بالله شهيده أي كفى به شهيدا في حفظ دينه وفي إظهاره وفي تمام تبليغه وفي نصرته على من خالفه وعاداه فكونه سبحانه شاهدا لرسوله هو دال على صدق هذه الرسالة دال على أن العاقبة لهذه الرسالة فهذه الرسالة منصورة الدين ممتحن ومنصور فلا تعجب فهذه سنة الرحمنة هذه الشهادة العظيمة تدل على أن ما جاء به الرسول صدق إذ إنه لو لم يكن صدقا فكيف يخبر عن الله والله ينصره ويؤيده ويظهره ويجعله غالبا على من عانده وخاصمه وتبقى هذه الرسالة محفوظة عبر هذه القرون المتعاقبة كل ذلك لشهادته سبحانه وبحمده ولنصره وتأييده سبحانه وبحمده وصدق الله ومن أصدقه من الله قيل وكفى بالله شهيده هذا من معاني هذا الاسم من أسماء الله تعالى أيضا من معاني اسم الشهيد أنه الذي لا يغيب عنه شيء فالشهيد هو الذي لا يغيب عنه شيء فمن شهد شيئا فقد حضره والله شهيد على كل شيء وهذا معناه أنه ليس شيء في الدنيا ولا في الكون يغيب عنه سبحانه وبحمده لا يعزم عنه متقال ذرة في السماوات ولا في الأرض بل هم اطلع على كل شيء مشاهد لكل شيء عالم بالتفاصيله فهو حاضر جل وعلا بعلمه وسمعه وبصره لا يغيب عنه شيء من خلقه ومن أحوالهم لذلك قال تعالى وما تكون في شأن أي في أي أمر وهذا قول للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ما تكون في شأن يعني في عمل وحال وما تتلو منه من قرآن وهذا يتعلق بالكلام و المسموعات و لا تعملون من عمل سواء كان عملا قول عملا بدنيا ظاهرا أو باطنا أو حتى في الأقوال على توسيع دلالة العمل لشموله القول إلا كنا عليكم شهودا إذ تفضون فيه فالله على كل شيء شهيد كل حال و كل قول يكون منك تيقن أن الله شهيد عليه و أن الله مشاهد له و أن الله عليم به و أن الله سميع به و أن الله بصير به فلا يغيب عنه شيء من شؤون خلقه و ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة وزن ذرة لا تعزب عن الله عز وجل في الأرض و لا في السماء و لا أصغر من ذلك و لا أصغر من ذلك و لا أكبر إلا في كتاب مبين ليس فقط علم ليس موثقا بل هو علم موثق في كتاب مبين و هو عليه يسير سبحانه و بحمده هذا من معاني أنه الشهيد سبحانه و بحمده الذي لا يغيب عنه شيء من شؤون خلقه أيضا هو الشهيد الذي لا شهادة مثل شهادته فهو الشهيد الذي له الشهادة التامة الكاملة و لذلك قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني و بينكم و كفى به شهيدا فإن الله تعالى شهيد بين الخلق فيطلع على ما يكون منهم و هو جل و على الذي يفصل ما بين العباد و ما بين الناس في ما يشجر بينهم و ما يكون بينهم من خلافات و لهذا ينبغي للعبد أن يعرف أن هذا الاسم يحمله على إتقان العمل و على صدق التوجه إلى الله عز وجل و على حفظ نفسه في الغيب و الشهادة فإن الله تعالى مطلع عليه شهيد على ما يكون منه كما قال جل و على و ما تكون في شأنه و ما تتلو منه من قرآن و لا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه و با يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض و لا في السماء و لا أصغر من ذلك و لا أكبر إلا في كتاب مبين كل الخصومات التي تشتجر بين الناس و يذهبون فيها إلى المحاكم و يختصمون فيها بين المختصمين ليعلم كلا الخصمين أن الله عليهم شهيد و هم اطلع على حقيقة الأمر فمهما كنت ذا بيان و حجة و فصاحة تغلب بها خصمك لتأخذ حقا ليس لك فإن الله عليك شهيد و بك بصير و سيعاقبك على أخذك ما لا تستحق إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ذاك الحكم الذي لا يغيب عنه شيء و لا يغيب عن الحاكم فيه أمر من الأمور بل هو مطلع على كل شيء إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد فإذا غلبت أحدا فأخذت ما ليس لك في هذه الدنيا فستكون في محكمة يوم القيامة على نحو آخر فإن الحاكم فيها لا يغيب عنه شيء و الناس في ذلك اليوم لا يتفصلون و لا يتخالصون مما بينهم من حقوق بدراهم دنانير إنما يتخالصون فيما بينهم من حقوق بالحسنات و السيئات و عند ذلك لا يبقى إلا أن يكون المؤمن حريصا على حسناته بالتقلل من حقوق العباد و التحلل منها قبل يوم المعاد فإن ذلك مما يخفف عنه الحملة يوم القيامة إن المؤمن إذا أدرك أن الله شهيد حمله ذلك على شهادة الحق فلا يقول زورا و لا يقول باطلا و لا يشهد بخطأ أو بخلاف الحق و لا يشهد شهادة زور يثبت بها حقا أو يسلب بها حقا لأحد على غير وجه صحيح لأن الله عليه الشهيد هذه الشهادة التي تؤديها بين يدي القضاة و في المحاكم لتنتزع بها الحقوق الله عليك شهيد و لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شهادة الزور فاعلم أن ذلك يحملك على مراقبة الله و على كف نفسك عما يغضب الله فالله يفصل بين الناس يوم القيامة و يعطي كل ذي حق حق فلا تجترئ بشهادة زور تأكل بها أموال الناس و لا تجترئ بأن تأخذ شيئا ليس لك فإن الله تعالى شهيد على كل شيء تذكر أن الله قد قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد أسأل الله أن يرزق لي و إياكم بصيرة في الدين و أن يرزقنا و إياكم العمل بالتنزيل و أن يعيننا و إياكم على من فيه الصالح في الحاضر و المآل و إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم فدعوه بها أستودعكم الله الذي لا تضع و داعه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته حتى نكون الأقرب إليكم بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر